اشتركوا في القناة فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد إخوة الإسلام والإيمان قد وقفنا مع بعض حقوق الزوج على زوجته ولا شك إخوة الإسلام والإيمان أن المقصد والهدف من التطرق والوقوف والتفصيل وبيان هذه الحقوق إنما هو إصلاح لهذه الأسر لأن الأسرة إخوة الإسلام والإيمان هي اللبنة الأولى في إصلاح هذا المجتمع الذي نعيش فيه فبإصلاح الأسر يصلح هذا المجتمع بل وتصلح الأمة بأسرها إخوة الإسلام والإيمان فسوف نقف اليوم كذلك مع حق من حقوق الزوج أو مع بعض الحقوق إن تيسر الأمر إن شاء الله تعالى فمن حقوق الزوج كذلك إخوة الإسلام والإيمان أن تحفظ الزوجة غيبته في نفسها وماله من حقوق الزوج على زوجته أن تحفظ أن تحفظ غيبته في نفسها وماله بمعنى يجب على المرأة إخوة الإسلام والإيمان على المرأة على المرأة التقية العفيفة التي ترجو ما عند الله والدار الآخرة التي تبتغي مرضاة الله سبحانه أن تحفظ زوجها وتحافظ على ماله وتحافظ على نفسها ولا تفرط في عرض زوجها وشرفه وماله قال الله تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وهذه الآية قد ذكرناها مرارا ووقفنا كذلك معا قوله تعالى قانتات وذكرنا أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن معناها مطيعات لأزواجه فقال الله عز وجل بعدها حافظات للغيب بما حفظ الله قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أي حافظات لأنفسهن في غيبة أزواجهن عنهن أعيد قال رحمه الله معنى حافظات للغيب بما حفظ الله أي حافظات لأنفسهن تحفظ المرأة نفسها أي عرض زوجها متى إذا في غيبة أزواجهن أزواجهن عنهن في ماذا في فروجهن وأموالهن أعيد قال رحمه الله حافظات لأنفسهن في غيبة أزواجهن عنهن في فروجهن وأموالهن فالزوج إخوة الإسلام والإيمان لا يمكن وهذا من الموحال أن يبقى في بيته يراقب زوجته ويراقب عرضه وشرفه فيغيب الزوج عن البيت لهذه المصالح الدنيوية مصلحة الاكتساب لأن من حقوق الزوجة عليه أن ينفق عليها وعلى عياله فإذا غاب هذا الزوج عن بيته من صفات الصالحات القانتات العفيفات أن تحفظ زوجها في غيبته عن بيته وعن زوجه ولذلك إخوة الإسلام والإيمان ما نراه اليوم من ضياع الأخلاق وانتشار هذه المساوئ والعياذ بالله ومن ذلك أن تشتهي المرأة مثلا رجلا نظرت إليه في قناة تلفاز أو على اليوتيوب أو في مقطع وصلها عن طريق الويتس أب أو عبر الفيسبوك أو غير ذلك فتنظر إليه وتقارنه بزوجها وتكون أفكار معينة وقد تشتهي هذا الرجل أحفظت هذه المرأة التي تفعل هذا عرض زوجها لا إخوة الإسلام والإيمان قد تتحدث المرأة مثلا في مدرسة أبنائها مع مدرس مع مدير وتسترسل في الكلام مثلا وتضحك معه وقد تتحدث معه في أمور شخصية لا داعي لذكرها ولا طائل وراء سردها أتحفظ هذه المرأة عرض زوجها وشرفه إخوة الإسلام والإيمان المرأة التي تعلم أن زوجها لا يأتي إلى البيت إلا في السادسة مساء أو في السابعة مساء ومع ذلك تخرج مثلا لأغراضها دون ارتضاء الحجاب الشرعي لأنها تعلم أن الزوج غائب أتحفظ هذه الزوجة عرض وشرف زوجها لا إخوة الإسلام والإيمان ولذلك جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير أي النساء خير أو ما خير النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم التي تصرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير النساء هذه النساء هذه النسوة هي التي نبحث عنهن التي ينبغي أن تتأسى بها المرأة المسلمة التي تصرك إذا نظرت أو إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت إذا أمرتها بطاعة الله أو بأمر مباح ليس بمعصية وأن تحفظك في غيبتك في نفسها ومالك هذه من صفات المرأة الصالحة بل جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره أيكره الرجل أن يتعرض أحد الفجار أو المجرم الساق أو المجرمين لعرضه لماذا أمر الله عز وجل المرأة أن تتحجب إذا خرجت من بيتها لأن جمال المرأة هو من حق من حق الزوج إخوة الإسلام والإيمان ولا يجوز لإنسان أن يطلع على هذا الجمال إلا الزوج والمحارم أما غيره من الأجانب لا يجوز له أن يطلع على شيء من جمالها ولذلك إخوة الإسلام والإيمان لا بد أن تتأسى النساء بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وزوجات الصحابة رضوان الله عليهم والصالحات ممن ذكرنا في كتب العلماء إخوة الإسلام والإيمان ولا تتأسى المرأة بفساق القوم أو الفاسقات أو العاهرات أو الراقصات أو الممثلات وغير ذلك والعياذ بالله من النساء التي لا ينبغي للمرأة المسلمة العاقلة التي ترجو ما عند الله والدار الآخرة أن تحذو حذوهن أن تسير مسارهن وطريقهن إخوة الإسلام والإيمان وكذلك مما يدخل في هذا الحفظ كما ذكرنا أن تحفظ المرأة مال زوجها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذن زوجها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفق المرأة من مال زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله أرأيت الطعام قيل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في المال كذلك الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام من أفضل أموالنا الطعام من أفضل أموالنا حتى الطعام أمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة أن تستأذن من زوجها وهنا بيان إخوة الإسلام والإيمان هذا لا يعني أن تستأذن المرأة في كل صغيرة وكبيرة وإنما تتفق الزوجة مع زوجها مع أمر عام على أمر عام مثلا فلا ينبغي أن يبالغ ويتنطع الزوج في هذه المسألة بثلا فإن احتاجت المرأة مثلا لشراء خبز أو خضر أو فواكه أو حليب تتصل بزوجها أريد أن يستشري كذا وأشتري كذا لا وإنما المقصود أن يأذن لها إذنا عاما تعلم موافقته على ذلك تعلم موافقته على ذلك إخوة الإسلام والإيمان وهنا وقفة هناك من النساء من تبالغ في المشاريات تتشرحت الحويج لما تحتاجهم تبالغ في المشاريات أحفظت هذه المرأة ما لزوجها تتشرحت الأغراض لممكن يضيعه يفسده وبعد ذلك ترمي بهذه الأشياء في سلة الزبالة والعياذ بالله ولم يستفد بتلك الأشياء أحد أليس هذا ضياع للمال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وفيما أنفقه ينفق الإنسان من ماله وبعد ذلك ترمى تلك الأغراض في الزبالة فقد يأتي الرجل مثلا مرة في الأسبوع بالأغراض التي تحتاجها الزوجة والأبناء وبعد ذلك يسمع من الزوجة بعد يومين مثلا انتهت هذه الأغراض فيتعجب الرجل اشتريتها قبل يومين انتهت حتى يتفادى الرجل مثلا بعض المشاكل وبعض النزاعات يشري تلك الأغراض مرة أخرى وتسترسل المرأة مثلا في نعم هذا التهاون والعياذ بالله ولذلك ينبغي أن تتقي الزوجة الله عز وجل لأن هذا المال لم يجده الرجل مثلا على قارعة الطريق لم يتصدق به أحد على زوجها وإنما كد واجتهد وعمل هذا الرجل حتى يكتسب هذا المال الحلال حتى يقوم بهذا الواجب حتى ينفق على زوجه وعياله فتبالغ المرأة في الإصراف والتبذير والعياذ بالله وقد تنافس الزوجة غيرها من النساء سوى أنجارتها أو صديقتها أو أختها أو خالتها أو زميلتها أو ما تجده نعم على الشبكات العنكبوتية مثلا وتحاول أن تقارن نفسها بهم لا بهن لا إخوة الإسلام والإيمان المرأة التقية العفيفة لا ينبغي أن يكون هذا حالها وتصلي لله عز وجل وتسجد لله عز وجل وتسأل الله عز وجل الجلنة وهي منطرحة بين يديه وهذه الأعمال ليست من صفات المرأة الصالحة القانتة التي ترجو ما عند الله عز وجل والدار الآخرة ولذلك أيها الزوجة الكريمة اتقل لها عز وجل واعلم أنك مسؤولة عن هذه الأموال فلا يبالغ الإنسان في هذا الأمر إخوة الإسلام والإيمان والتوسط هو الأصل نعم لا بد أن يكون الإنسان متوسطا لا يبالغ ولا يكون بخيلا والعياذ بالله لأن البخل والشح ليس من دين الله في شيء ولذلك كما ذكرنا من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها وأن لا يضيع زوجه وأبناءه دون نفقه دون طعام دون شراب دون كسوة وهكذا كذلك من الحقوق إخوة الإسلام والإيمان أن تتزين أن تتزين الزوجة لزوجها من حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له ذكرنا حديثاً نبي صلى الله عليه وسلم خير النساء التي إذا تصرك إذا أبصرت التي تصره إذا نظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة التي تصرك إذا نظرت إليها لا بد أن تتزين لك وهنا مسألة إخوة الإسلام والإيمان وأغلب النسوة يقعن في هذه المخالفة إذا دعيت المرأة إلى نكاح إلى زواج مثلاً إلى عرس أو عقيقة أو أوليمة سواء كانت وليمة أو عقيقة أخواتها أو صديقاتها أو عماتها أو خاناتها أو صديقة بعيدة تستعد لهذا الحفل من أشهر أو أسابيع وقد تشتري فستاناً جديداً أو تكتري فستاناً وتتزين وتتصل مثلاً بالمزينة أو غير ذلك من الأخوات حتى تقوم به نعم بتسريح شعرها ووضع المساحق على وجهها وغير ذلك لأنها دوعيت إلى حفل فلانة أو علانة أما إذا تعلق الأمر بالزوج مثلاً فتجد الزوجة والعياذ بالله مهملة لهذا الجانب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة تزوج الودود التي تتودد إلى زوجها بالتزين لك بأحسن الثياب بل من صفات الزوجة كما ذكرت أحد أو إحدى الصالحات تنصح ابنتها أن لا يشم منك إلا أطيب ريح وأن لا تقع عينه على ما يكره إذا نظر إليها وجدها أجمل النساء أجمل النساء ولا يشم منها إلا أطيب ريح لماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعطر المرأة إذا قرجت من بيتها قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها في زانية وكل عين زانية ولكن أباح لك الشارع الحكيم أن تتعطر لمن لزوجك أن تضعي المساحيق المعتدلة دون مبالغة لزوجك مثلا وأن تشري المرأة أجمل الثياب وإن كان الثيابا مثيرة جميلة لزوجها هكذا نصلح الأسر لا ينظر الرجل مثلا إلى زوجته فيجدها بلباس متبذل مقديم لا يبث إلى نساء نعم سنها بصلح ولا علاقة ومن الروائح الكريهة سواء رائح الثوم أو البصل أو الزيت أو غير ذلك من الروائح مع أن الماء موجود وهذه الوسائل المطيبات موجودة ولكن تتهاون الزوجة وبعد ذلك بعدما يقع النزاع والخصومة وغير ذلك من المشاكل والنزاعات الزوجية تأتي المرأة تشكي وقد يخون الزوج زوجته وسبب هذا هذه الغفلة وهذا التهاون إخوة الإسلام والإيمان ولذلك ينبغي أن تعتقد الزوجة عندما تتزيّل لزوجها أنها تطيع الله عز وجل بذلك تتودد إلى زوجها قربة لله عز وجل وهذا كذلك يؤدي إلى المحبة والود والرحمة بينهما ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها هذه السكنة بماذا؟ إذا نظر إليها وجدها جميلةً حسناء لأنه اختارها على هيئةٍ معينة ولا ينبغي للمرأة أن تتهاون في هذا الأمر مع أن هذه الأمور موجودة الحمد لله والإسلام جاء بهذه الأمور بالطهارة والجمال إن الله جميل يحب الجمال وكما ذكرنا قولة ابن عباس رضي الله عنه إنه لا يتزيّل لزوجته كما يحب أن تتزيّن هي له ولا يبالغ الإنسان في هذا ولكن الاعتدال ولا يتغافى الإنسان عن هذا لأن هذا هو السبب سبب المودة والرحمة وجعل بينكم مودةً ورحمة إذا كانت هذه السكانة السكينة أدّت إلى المودة والرحمة والأُلف بينهما أما أن يتهاون الإنسان في هذه الأمور بعد ذلك يشكي فأسأل الله العظيم بأسماء الحسناء وصفاتي العُلاء أن يوفقني وإياكم لما يحب وأرضاه إنه وري ذلك والقادر عليه وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر